لكن التسعين ديها مبارح محتاجين وقفة كتير جدا محتاجين نحط ايدينا على اخطاء فداحة عن غياب عدد كبير جدا من الاسماء عن مستواها عن رهان روي فيتوريا على الاسماء قبل ما يكون على المستواة وعلى الاداء مبارح الحقيقة المنتخب ظهر شبح المنتخب المصري وانا بتكلم مبارح في بداية الحلقة قبل المطش بساعة قبلتكم في السادسة كنت بقول انه جيل ده حيرنا المنتخب ده حيرنا منتخب تشوفه قدام بلجيكا تقول المنتخب ده يقدر يحسم لقب أمم أفريقيا بمنتخة سهولة منتخب تشوفه قدام كوريا تقول ما لناش حظوظ والدنيا بعيدة قوي علينا تشوفه قدام الجزائر بيلعب مطش ولا أروع ولا أقوى تقول انه كبير أفريقيا تشوفه قدام إثيوبيا وابيخسر 2-0 تقول سبحان الله سبحان مغير الأحوال ايه الوجه اللي هيظهر به منتخب في أمم أفريقيا كان الجواب في مطش موزنبيق على كل الأحوال أنا زي ما قلت لكم مش عايزة أكون في قصوى لكن في نفس الوقت لازم نحط إيدينا على كتير من الأخطاء اللي ارتكبها الحقيقة أنا بحمل فيتوريا طبعا مسؤولية الأولى يعني إذا كان في حد مسؤول بشكل كبير عن الخسارة أنا عارف أنه الأجواء في المعسكر مش أحسن حاجة لعيبة متضايقة الجهاز الفني متضايق كلنا متضايقين بصراحة متضايقين لأنها المبارة الأسهل في المجموعة احنا هنا وإحنا بنحل المجموعة منتخب مصر وكان هنا لقاءات مع هنشوف ونسترجع معكم جزء منها يعني كنت بتكلم مع الزملاء وإحنا بنحضر للحلقة النهاردة نكوناش متضايقين طبعا نتيجة تطلع كده كنا نتكلم مع الزملاء على مثلا لقاء كان مع محل الأداء كاب فردي وأنا قلت لكم المنتخب ده منتخب محترم جد اوقعوا تستهونه عشان بس كلمة الرأس الأقدر دي بالنسبة لك ممكن تبقى ده منتخب يعني حصلت المجموعة لا كاب فردي منتخب محترم جدا وقد كان بالدليل قطع مبارح مكسابه قدام غانا بنتيجة اتنين واحد لما استقبلنا محل الأداء يمكن أسبوع عشر تيام قبل انطلاق البطولة الرجل كان بيتكلم معنا عابب أقول له مشوار حزوز منتخب كاب فردي أو منتخب الرأس الأخضر في البطولة وشايف إزاي مواجهته مع الثلاث فرق منتخب مصر وغانا وموزنبيق الرجل قال لي احنا هنبدأ مع غانا ده اسهل مباراة بالنسبة كان رده كده واضح وصريح هنبدأ بغانا غانا بالنسبة لنا اسهل مباراة موزنبيق هي اصعب مباراة ده كان كلامه وهفكركم به في حلقة النهاردة احنا طلعنا بعد الحلقة طبعا قلنا الرجل بيقول اي كلام يعني احنا انا والزومة اللي واحنا بنتكلم ايه غانا اسهل مباراة وايه موزنبيق اسعب مباراة وقد كان مبارح واضح انه فيه ناس بتشتغل ودرس الخصوم احنا مبارح واضح ان احنا يعني على مستوى الجمهور انا قلت لحضرتك من 24 فريق او منتخب بيشاركوا في البطولة قولي اسم او اتنين او تلاتة من كل منتخب هتيجي عند موزنبيق تعطل يعني هتيجي عند موزنبيق مش هتعرف غالبا ولا اسم لكن يبدو كمان ان احنا معرناش موزنبيق بشكل كويس يبدو ان الجهاز الفني ما حضرش للمنتخب ده بشكل كويس يبدو ان احنا استهولنا اكتر من اللازم يبدو ان الهدف المبكر كان ليه اثر عكسي سلبي علينا وايجابي عليهم بشكل كبير عايز اتكلم معكم على ماتشو موزنبيق امبارح ونحط ايدينا كده بالراعة على الاخطاء اللي ارتكبها منتخب مصر فيه المباراة وايه هو بداية السيناريو او بداية التحضير لمباراة غانا المقبلة